بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشفر المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا من موضوعات الكاسي التقييم اللي هي الاختبارات التحصلي تعالوا نشوف ايه الموضوعات اللي هننتناولها في هذه الوحدة اول موضوع ايه هو الاختبار التحصلي تعرفوا ايه الموضوع الثاني خطوات اعداد الاختبار التحصلي وده هننتناولها من عدة خطوات اللي هي تحديد الهدف من الاختبار اعداد مخطط للاختبار صياغة الأسئلة وترتبها تعليمات الاختبار تجهز أوراق الإجابة ومفتاح التصحيح ثم طبعة الاختبار في صورة الأولية وتجريبه ثم طبعة الاختبار في صورته النهي تعالوا نشوف أول نقطة ما هو الاختبار التحصيلي لو سألنا نفسنا إيه هو الاختبار التحصيلي هي أداة بتستخدم إننا كيس المعرفة والفهم لدى الأفراد عايز أعرف هم حصلوا على معلومات إيه استجابوا بإيه فهموا إيه المعلومات اللي اكتسبوها ده اللي هي الأدالي بتستخدم خطواتها كما تحدثنا عنها هنبدأ بخطوة من أول تحديد الهدف وإعداد المخطط وشغط الأسئلة والترتيب والصياغة وتجهز الأوراق ثم الطباعة سواء الأولية أو النهية تعالوا نشوف الخطوات أول خطوة تحديد الهدف من الاختبار إيه فائدة الخطوة دي لابد أن أكتب عبارات واضحة أنا هدفي إيه من الاختبار أنا عايز أكيس إيه طيب تحديد الهدف من الاختبار ده من أهم الأهداف التي وضعها عالم اسمه بلوم في المجال المعرفي مستويات للأهداف أول مستوى المعرفة اللي هو ناكيس بمدى ما يعرفه الطالب ما يعرفه الطالب وما يحفظه من معلومات ولذلك يتعلق بالجوانب التذكر أما المستوى الثاني اللي هو الفهم ويتضمن تعبير الطالب عما يتعلمه من معارف ومواقف محددة اللي هو قدرته على الربط بين المعلومات على التفسير القدرة على الاستقراء أيضا المستوى الثالث اللي هو مستوى التطبيق وهو قدرة الفرض أن يطبق ما تعلمه في مواقف جديد ومستوى التحليل اللي بيشير لكدرة الفرض على تحليل المادة إلى مكوناتها الجزئية يستطيع لدي خريطة فاهم إزاي يقسمها لعناصر ثم جانب التركيب وده جانب يشير لكدرة معلم أنه يربط بين العصر المختلف عشان يكون الكل ثم جانب التكويم اللي هو قدرة المتعلم على تكويم الموضوعات المختلف الربط بينه نقد الموضوعات إيه الإيجابيات إيه السلبيات دي المستوى الأخير اللي هو مستوى التكويم يبقى تناولنا ست مستويات مستوى المعرفة مستوى الفه مستوى التطبيق مستوى التحليل ثم مستوى التركيب وأخيرا مستوى التكويم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته